مسماني كان حريص انه يتكلم مع محمد شريف بعد مطش المقصة اللي فات واللي ظهر فيه كان محمد شريف متوتر شوية وعصبي وكمان كان حصل على انظار في هذه المباراة مسماني قال لشريف بلاش توطر ركز في الملعب وهتسجل في مباراة ساندونز عاجبني تحفيز اللي كل شوية يديه مسماني لمحمد شريف من اول ما راجع من كاسة الامرة الفقية مسماني بيحاول يحفز محمد شريف المهم محمد شريف التحفيز ده ما يجيش عليه سلبيا يعني مش انت مش محتاج تلعب وانت مضغوط انت مش محتاج تثبت ان انت مهاجم كبير العب براحتك هتسجل اهداف وكده كده انت مهاجم كبير لو انت ما كانش ليك حظ مع المنتخب فده مش معناه ان انت مهاجم قليل بس اللعب في المنتخب ده يعني ايه بيبقى فيه توفيق طبعا وفيه نظام لعب زي ما دايما بكرر وبقول نظام لعب يعني مثلا قالوا سكيروش شايف ان مصطفى محمد لايق على نظام اللعب لايق على طريقة اللعب لايق على خطة اللعب ده مش معناها ان محمد شريف قليل ده مش معناها ان باقي المهاجمين اللي في الدولة قليلين بس فيه لاعب بيليق على الطريقة بينساجم مع الطريقة وفيه لاعب تاني ممكن ما يقديش بنفس مستوى اللي بيقدي مع فرقته اللي بتلعب بطريقة تانية تتناسب معاه مع المنتخب ده عادي جدا هو ما كانش تقريب منه قبل كده يعني ابدا طيب الاهلي النهاردة استقنف تدريباته بعد الفوز الكبير على مصر المقصة ده هيكون استعدادا لمواجهة سانداونز السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا مراني الاهلي شاهد النهاردة التالي بيرستاو تعافى من الاصابة في العضل الامية وانتظم فيه تدريبات الكرة هيعود للقائمة فيه مبارات سانداونز وهتبقى مشاركته رؤية فنية لمسيماني والتونسي علي معلول تخلص من ايجاد السمانة وشارك في تدريبات الكرة وجاهز لمبارات سانداونز ايضا محمد عبد المنعم تعافى من كدمة مبارات الهلال السوداني وشارك في مراني الاهلي الجماعي وقاليو ديانج وحمد فتحي خدوا راحة من المشاركة في التدريبات واكتفي بأداء تدريبات بدنية في الجيم والاهلي هيدخل معسكر مغلق يوم الخميس قبل موعد المباراة بـ 48 ساعة ايمن اشرف تأكد غيابه خلاص على مبارات سانداونز واللاعب عنده اصابة على مستوى الرجب زي ما حالكم معارفين بيخود برنامج تدريبي منفرد عشان يبقى جاهز لمبارات اللي جاية